طيب اللفظ كزاكن عمر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه مرحبا بكم في إشراقة جميلة أخرى أسأل الله أن يشرح صدوركم بالإيمان والعافية والعفو من الرحمن اللهم آمين أتدرون أيها الأخيار ما هو أعظم عطاء أعطى الله أهل الجنة يوم أن دخلوا الجنة وعلى أبواب الجنة وفي القنطرة قبل دخول الجنة يعطي الله أهل الإيمان قبل دخول الجنان يعطيهم عطاء حتى يبقى أيها الأخيار أن يبقى النعيم ما بقي أهل الجنة في الجنة فإنهم يعيشون في جنة عظيمة إنها جنة سلامة القلب من الغل ماذا قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إن نزعى ما في قلوب أهل الإيمان من غل لربما تكون أحزان تبقت أو عتب بين المحبين لا زال قائم نعم لربما يبقى لا يتلذذ العبد وهو على أرائك الجنة وعلى سرور الجنة وفي خيام الجنة وفي قصور الجنة وحول أنهار الجنة وهو يخالط حور الجنة لا يتلذذ بالجنة حتى ينزع الله من قلبه الغل نعم أيها الأحباب إن نزعى الغل من قلب المؤمن جنة تضاف إلى الجنان ونعيم يضاف إلى النعيم وإني لا أعجب من عبد في قصر أو في بيت جميل والمركبة جميلة والزوجة جميلة ومع ذلك يعيش الهم يعيش الضيق يعيش الضجر أتدري لماذا؟ ليس لأن بيته غير واسع ولا لأن توبه غير جميل أو ليس لأن البؤسة والفقر والحاجة رحلت عنه الإيمان أو رحلت عنه الهناء لا إنما الذي أصيب به هذا المؤمن وتلك المؤمنة هي أمراض القلب ومن أعظمها الغل الغل الذي لا يجوز أن يحتفظ المسلم به في قلبه حتى لا يكون سرطان أعماله أرأيتم الموس كيف إذا أمر على الرأس؟ الموس إذا أمر على الرأس حلق الشعر فكان الشعر كله زائلا فيكون الرأس بلقع لا شعرة فيه والله إن البغض والغل إذا دخل عقل عبد من المؤمنين إنه يعمل عمل الموس الذي يحلق الرأس والشعر يحلق الحسنات البغضاء كما تحلق الموس الشعر لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين خسارة والله وأي خسارة يوم أن يكون العبد يظن ويحسب أنه يحسن صنعا وهو كل إثنين وكل خميس الأعمال أعمال العباد ترتفع إلى الله إلا عمله فإنه لا يرتفع وسبب ذلك أيها الإخوة سبب ذلك مضخة رفع الأعمال أرأيت لو أن إنسانا أنه له عمارة وبها أدوار ولكنه ما ركب بين الخزان الأرضي والخزان العلوي مضخة هل يرتقي الماء؟ لا حتى يعمل المضخة هذا هو حال هذا هو حال صاحب البغضاء والغل أعمالهم ارتقت لأن المضخة متعطلة فأعمل صيانة دورية يومية لها حتى يسمو إيمانك وترتفع أعمالك وحتى أيها الحبيب لا تعيش حتى لا تعيش فوق الأرض فوق الأرض في سجن صغير ولا أقول كبير البغضاء عبادة من العبادات ليست البغضاء إلا عبادة لكنها عبادة أيها الأخيار عبادة تصرف لأعداء الله للذين يعادون أولياء الله البغضاء عبادة نصرفها للمعتدين من أعداء الله وللذين يقفون أمام تبليغ دين الله لعباده والدعوة إلى الله أولئك الذين يعادون أولياءه ويفسدون في الأرض ولا يصلحون نعاديهم عبادة ونبغضهم عبادة لكن أنبغض عبادة الله وأولياء الرحمن إنه مرض خطير ولذلك الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان فالله الله أن تستبدل البغضاء من قلبك أن تستبدلها بالمحبة وما يضرك ما يضرك لو أنك ملأت قلبك محبة لإخوانك حتى ولو عادوك حتى ولو ظلموك حتى ولو أخطأوا عليك فلك في محمد أسوة عليه الصلاة والسلام فإنه عفى عن كل من وقف أمام دعوته ووقف على عتبات البيت الحرامي فأطلق الناس في عفوه العام عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء هل تعلنها هذا اليوم جميلة مدوية لكل من عاداك اذهبوا فأنتم الطلقاء طيب اللفظ كزاك عامر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قل واسمها إشراقة قل إشراقة قل